وبين الإدارة والإدارة بقى مع نفسها واحد من الناس اللي مسؤولة في النادي قال لك هقول نضرب مسأل بحاجة هو ليه خلد الغندور لحد دلوقتي ما قالش عودة عضوية العتال أنا مكنش عارف ان عدوية هان العتال رجعت من الاربع اللي فات كنتش عارف الصراحة يعني فاللي بيقول لي قلت له هي عدوية هان رجعت قال لي ده من الاربع قلت له بس هاني ما اطلقاش قال ولا عمل تصريح ولا اي حاج فقال لي ده شأنه لكن العدوية رجعت الاربع وخالد ما قالش الخبر قلت له ده انت تفسيرك ايه يعني قال لي تفسيري في حاجة زي كده انه هو خايف زعال مرتضى قلت له بس ده قرار من قرارات مجلس إدارة الزمالك فهو ملزم انه يقوله وملزم انه يقولي ان ده انا ايبرايس نادي الزمالك الشرعي اللي تم اغتصاب حقه لمدة اربع سنين اللي كام شهر مش كنا في نوفمبر اللي النجاح واحنا في ثلاثة هو ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص حقه مقتصر ثلاث سنين ونص وهو يوميا يشتم على شاشة التلفزيون وشاشة قناة نادي الزمالك اللي هو انا ايبرايسي نادي فيها الشرعي بان هو مزور وحرامي وخاين وبيع مقدرات وكذا وفريق هزازه الوستاد حقه لازم ياخد حقه كناة برئيس نادي عادت له العضوية بقرار مجلس ادارة آه القيادة اخر وآه دي مش منا ولا فضل من اللجنة اللي موجودة اللي بيديه النادي الزمالك ولا من الوزير ولا من الغفير ولا من اي حد ده الراجل مصدوم ومقهور بقى لثلاث سنين ونص وبيتم التشهير بيه بقى لثلاث سنين ونص وبيتم التجريح فيه بقى لثلاث سنين ونص لا هيزيد بالعضوية ولا هيقل من غيرها لكن ده رد الاعتبار رد اعتبار ليه وبعدين الناس دي كانت مفترض العضويات ترجع من اول اسبوع وللامانة هذه اللجنة اعادت فوق الاربع تلاف عضوية لموظفين وشخصيات اخرى فخالد الغندور هنا بقى في مأز قريب جدا انت دلوقتي من بقايا النظام السابق ودي قرارات لمجلس الادارة وانت كنت بتبقى قاعد ومرتدى بياخوت نائب رئيس نادي الزمالك وانت النهاردة قاعد ومش قادر تقول ان نائب رئيس نادي الزمالك رجعت لووية نائب رئيس النادي نائب رئيس النادي الشرعي المنتخب رجعت لوى وجودها وخالد مش قادر يقولها فالناس في إدارة نادي الزمالك معبية من خالد وشايفاهم ان هو بشغال ضدهم مش شغال لصالحهم وضرب لمسهل بالموضوع ده عودة العضوية دي بقى في حد ذاتها انتصار كبير من رب العالمين ليه هاني بيل عدت ليه زي ما قلنا ان الاحكام اللي حصل عليها محمود الخطيب انتصار كبير بعد ثلاث سنين ونص من السب والشتم والتجريح والخطف الصمع والاعراض ده برضو هنا هاني العدت ده انتصار كبير ليه بالمناسبة الاتنين كانوا قريب في عزة جهر نبيل خالد وكابتل محمود الخطيب هاني العدتال وكابتل محمود الخطيب الزملكاو الوحيد اللي كان في العزة ده حريص على العلاقات الطيبة مع الاندياك كبير المهم انا روح اشتغل في قناة الزمالك اقسم بالله اقسم بالله لو هاني العدتال بقى رئيس النادي وقال لي تعالى اشتغل رئيس منظومة اعلامية ولا مزيع ولا رئيس قناة الزمالك والله موافق والله موافق احنا بنقول حق يا ابني ده دي نصرة كبيرة لنا احنا قبل هان العتال بنسانة حق بندفع عن واحد مقهور ومظلوم ومشتوم بندفع عن عيلة نعرفها كويس ونتشرف بيها تعرضت الى السب والقصف والتجريح والإهانة والقاء التهم عليه مش ده اللي كانوا بطلعوا يقولك تجار مخدرات ومش عارف ايه ومزورين يجد بسنين وهم عاردين يزرسهم كده يزرس لحد ما جاه الاسبوع اللي فات واحد دخل على البرنامج اللي هو متأجر ده وانتقد مرتد هم عاردين برضو يزرسهم كده ليه ده اللي بدفع دلوقتي مش مرتد اللي كان مرتد فهنا النصرة القوية اللي ربنا اداها لهاني العتال ده مش نصرة اللي هو شخصية ده نصرة لنا كلنا نصرة لكل واحد سنده ودعمه نصرة لكل إعلامي محترم وقف معاه وفي ظهره نصرة لإعلته وقصرته اللي تم والخط في سمعتها وشرفها على مدارة سنوات أبسط حاجة خالد الغندور أبسط حاجة خالد الغندور يطلع يقول الكلام ذا أبسط حاجة ده حق الإدارة الحالية إنه هو يقول قراراتها وحق هاني عدتها لنائب رئيس النادي الزمالك الشرعي الرسمي إنه يطلع يقول ده راجل يتظلم ده راجل أنا غلطت في حقه يطلع يعتذر له إنه كان يبقى قاعد ساكت وهو بيخد فيه ولحد دلوقت يطلع يقول لك الناس اللي مش عارف إيه اللي مع فلان ومش عارف إيه ويقعد يرف ودور حولين الكلام أيوا يا ابن إحنا مع الحق دايما إحنا صوت حق دايما مش صوت باطل وربنا سبحانه تعالى بيأكد لنا ده وبيقيدنا بدا بيقيدنا بدا النهار ده وهو الراجل بترجع له عضويته بعد ثلاث سنوات وناس من السب والشتم والتجريب هاني العتال ده والله العظيم قيمة وقامة وشاب محترم جدا 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 يكفي ثقة أعضاء الناس ويكس هحمد مرتضى منصور وياخد 24 ألف صور سوف تبقى الخناءات بقى بعد كده ثم تبقى الخناءات بعد كده فالعضوية والحكم عنوان الحقيقة أقول لكم الحكم لا ده الحكم ده بحاجة تاني والده المحترم الحج مجد العتال هاني عضويته منفصل من سنين وكان عضو مجلس ده وقد عضويته منفصل والتاني ومرتضى كان بياخد في الحج مجد والمزور مش المزور كلام قلة الأدب كلام قلة الأدب والتطاول والخطف في سمعة ناس شريفة ومحترمة طلح حكم من محكمة استقناف ماشي قال إيه الحكم لازم أرهول كلها رجع بقى كمان للحج مجد مش هاني خلاص عضويته خلصت لكن للحج مجد وسلموه في النادي وسلموه في النادي بكل الكلام اللي كان بتقال على التزوير والشهادة كل ده كذب ما قدرش أرغي كذب فالحجم دي المحكمة حكمة الاستقناف في الهدية رقم 10 296 لساعد 137 قاف بقبول الاستقناف شكل لأنه في موضوع بإلغاء الحكم المستقنف استقنفه على حكم طبعا تقدمت محاضر مزورة وكلام بالشكل ده في أول درجة فجيب عداء هوت في الاستقناف ربنا نصر الحج مجد العتال والأصلا بصفة عامة رفض القضاء بإلغاء قرار إلغاء عدوية المستقنف في النادي الزامن لأبرد والعضوات المفاصل عنه والصادر المجلس الإدارة بالجلس لقم 440 من موقدة 1-11-17 وبراءة زماته وبراءة زماته من المبالغ المطالب بها الحمد لله يعني الكلام بتاع شهر بالعدوية يتلغي وبراءة زمات من السنوات الماضية ما يدفعش فيها اشتراكات عن أعوام 18 و19 و20 والدام المستقنف ضدهم الأول لونادي الزمالك والوزير الشاب والرياضة بالصفاتهما بالتسليم المستقنف بطاقة عدويته بالنادي وأحقيته في التمتع بكافة مميزات عدوية النادي والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستقنف ضده الأول بصفته بالمصاريف ومببلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحامل ده حكم محكمة السقناف القاهرة للحج مجد العتال والد هاني هاني ما عندوش مشكلة هاني خدوا يوم الأربع لكن ده حكم جديد ده حكم جديد بينصر الحق والعجل بينصر الخيل بينصر الخير بينصف المظلوم والمظلوم بس ما كانش هاني العتال ولا والد وكل الناس كانوا بتدعموا وبتسندوا مش كانوا بيخدوا فينا فريق هزازوا الرؤوس اللي هم بيسبوا أو بيالاش بيسبوا بيدعموا من يدفع ده يشتغلوا معا بضوا منه ويدعموا شوم بقى بقى الناس التاني شوموا تخدوا في سمعة الناس ولا كذا ولا كذا والله ما عاوز أتكلم في الموضوع ده لكن هو الكلام جاب بعضه لكن يجب تحية المحامي القضير الدكتور كمال شعيب أستاذ الجامعة المحترم والمحامي الشهير الذي انتصر لأسرة العتال قضائيا وللحج مجد العتال ودلوقتي المحامي بتاع عبد النصر زدان والمحامي بتاعي ومحامي ممدوع عباس راجل ما شاء الله تبارك الله عنده فتح كبير جدا 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 فأستاذ جامعة وربنا موفقه ويعني عمال يعمل خبطات قضائية مهمة وبفضل الله يعني مكسح مرتضى منصور وذبانيته ورفاقه اللي عمان يفتروا عينا بالأكاذيب في كل حتة مكسحهم في المحاكم مكسحهم مكسحهم في المحاكم مكسحهم في المحاكم